السلام عليكم ورحمة الله. طبعا ليستخدم هذا الباور سبلاي هذا الفيديو مخصص له. طبعا الباور سبلاي اه جدا ممتاز. اه بداية يجي الباور سبلاي مثل ما احنا شايفين. اه الستين فولت هو الباور سبلاي الداخلي اللي يراكب. تمام? خمسة فولت ستة فاصلة واحد يجي مولف جاهز على هالعيار هذا او على هالمقاس هذا. هذا اه الباور الخارج. الباور الحماية اللي هو اثنين وستين وستة فاصلة اثنين. طيب انا مبدئيا اه اه لازم اضبط الباور سبلاي على قراءات محددة. اول الشي لحتى ندخل على الاعدادات. هنضغط شفت. تمام? بعدين صفر. شفت صفر. يدخل على قائمة الاعدادات. اروح بالسهم على اليمين. تمام? واروح كمان يمين. ادخل على الميموري او الذاكرة المقزنة. هنزل على تحت بالسهم. هنزل تحت على ام ون. ام ون. عند ام ون انا هضغط انتر. تمام? لان انا دخلت على اعدادات الام ون. تمام? راح انا اه اغير الفولت بدل ما هو خمسة فولت راح اخليه اربعة فاصلة اثنين. هضغط فولت ست. تمام? واروح على اربعة فاصلة اثنين. تمام? والفولت اللي تحت منه ستة فاصلة واحد. هذه المرحلة الاولى. طيب انا الفولت اللي تحت. اريد اضبط الفولت اللي تحت. الفولت اللي تحت انا اضغط اه شفت وفولت ست. تمام? شفت وفولت ست. دخلت انا على الفولت اللي تحت. فايش الغاية من الفولت اللي تحت? الفولت اللي تحت حماية للباور سيبلاي. واحد اثنين مثلا انا اخليه اربعة فاصلة تمام خمسين والفولت اللي الامبير اللي تحت اضغط شفت امبير اروح على اربعة تمام فاصلة اثنين اضغط انتر خايفين هذا الفولت المبدئي اربعة فاصلة اثنين ستة فاصلة واحد امبير والحماية تحت اربعة ونصف واربعة فاصلة اثنين يعني الان اشوف يعني ايش تمام اضغط ضغطة طويلة على هذا يرجع ورا يرجع ورا اضغط شفت واحد انتر تمام شايفين اخد اربعة فاصلة اثنين ستة فاصلة واحد الان انا اضغط كبسة الان انا امشغل الجهاز امشغل البول اذا اجي المس انا الاحمر مع الاسود تمام فصل معي مرة ثانية يعني الفولت الانبير عندي اربعة فاصلة اثنين لا يتجاوز الاربعة فاصلة اثنين ويفصل الجهاز ليش ببعض احيان مثلا اركب انا اه لابتوب او اركب انا اه باور خارجي او اشغل باور خارجي اصحب امبير عالي او فولت عالي فانا مجرد ما اني اركب في الجهاز الايفون يفصل معي الحماية على طول مرة ثانية اضغط انا احط انا السالب مع الموجب فصل معي كيفين فصل لوحده هاي المرحلة الاولى طيب انا اذا ما اريده يفصل في حال اني انا ما احتاجه يفصل نرجع على اه القائمة هاي تبعي الميموري اروح على ام اثنين واضغط انتر تمام الشفناها الاولى اللي هي امون الان انا ام اثنين هاضغط على واروح على اربعة فاصلة اثنين تمام والامبير ستة فاصلة واحد بس بعدين اجي انا على الفولت الفولت ست اضغط شفت فولت ست اروح على اخط صفر تمام خمسة فاصلة عشرين والامبير مثل ما هو تمام اضغط انتر الان ارجع 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 شفت اثنين هاي القراءة الثانية او البدون الحماية عشان اوقات يوم اللي نحقن احنا ما يفصل معنا الان مثل اشغل احط الاحمر مع الاسود ما فصل معي ظل الامبير ساحب هذا الضوء هذا الضوء شغال مرة ثانية احط هذا الضوء شغال ما فصل فاذن ارجع انا شفت مينيو تمام انتر اه هذا الامون الميموري واحد الفولت الاقصى اربعة ونص والامبير الاقصى اربعة فاصلة اثنين بينما الام اثنين الفولت خمسة فاصلة اثنين ستة فاصلة اثنين فولت وامبير فبهالحالة انا حميت الجهاز اجي على ام ثلاثة مثلا انا احتاج اني احقن في واحد فاصلة ثمانية فولت ست واحد فاصلة مو ثمانية تسعة تمام اه اه تمام اروح انا على اه شفت فولت ست ما احتاج انا فولت عالي واحد تمام انتر سفت ثلاثة انتر واحد فاصلة تسعة تمام اذا انا احقن ايو ما فصل معي لاني انا محدد الامبير ستة فاصلة اثنين اللي تحت لو انا حاطته اقل من الستة فاصلة واحد فهيفصل معي لان في ميزة او في عيب بس في هذا الباور سيبلاي اذا انا مثلا شغال على اربعة فاصلة اثنين تمام وامودي كلها تمام وشغل على هالجهاز جيت انا اجرب احقن على ثلاثة فولت اجي اضغط فولت ست واروح على ثلاثة فولت اي ثلاثة فولت تمام انتر لا انا شغلي على ثلاثة فولت لو جيت اطفي الجهاز واشغله يفضل معي على ثلاثة فولت يعني ايش يعني يحتفظ في اخر صورة موجودة او اخر ذاكرة موجودة في اخر عملية انا اشتغلت عليها مرة ثانية ثلاثة فولت اذا انا اطفي الجهاز واشغله اشوف البولت ما زال ثلاثة فاصلة واحد لو اجي انا احط مثلا ثلاثة فاصلة خمسة او مثلا انا انا احاطت عشرين بولت ستعشر بولت كنت شغال على لابتوب تمام وخلصت وطفيت وطفيت الباور وطفيت سكرت المحل ومشيت اجي اشغل اشوف البولت ستعاش اجي المس شغل مثلا اجي انا اركب جوال فاصل لو اجي انا اشغل فاصل ليش فاصل لانه انا البولت عندي ستعشر بولت ما زال ما احتفظ في ستعشر بولت والبولت اللي انا محتاجه هو اربعة ونص فمجرد ما اني انا اشغل يصفر لانه مو هذا البولت اللي انا احتاجه فاروح انا مرة ثانية لازم اعدله يدوي. لازم احط اربعة تمام اشغل هذا هو اشتغل معي. لان اذا انا احط على بعض وصل لانه مختارين احنا واحد اثنين انتر تغل عط هذا هو. طبعا اه توصيله على الكمبيوتر في هذا. هنشوفه في فيديو ثاني. هنشوفه الطريقة التوصيل على الكمبيوتر وتوصيل على الواي فاي وتوصيل على البرنامج وتوصيل على الجوال هذا كله بعدين. بامكاني كمان انا اغير اسطورة. افوت على واروح على اللغة تمام? وفي عندي والبوت باور والبزر والصوت في الهذا. اروح انا على هاي الشاشة انتر نورمال سبعة ستة نورمال كيفين? ها. فيه ثلاث اشكال. الشكل الاول اللي هو هاد. هذا الشكل الثاني. خلينا نشوف الشكل الثاني كيف هيكون. هذا هو الشكل الثاني. نفصل اكثر على اليمين. اغير انا الشكل الثالث. ها شفت. صفر. اروح على انتر. انزل تحت. اشتك للثالث انتر. ارجع. تمام صار في عندي انا اشارة السحب. اذا اشغل انا الجهاز اشوف معي انا اشارة السحب. اول مخطط. انا اروح شفت. صفر. انا هذا رقم صفر. اكثر الشي انا افضله. اللي هو هاد. اللي هو هذا افضل. شي لانا انا محتاج الا القراءة واللي على اليمين. اروح انا اشوف اش فيه من الاعدادات. شفت منيو. هاي الصورة. تمام هاي الميموري. اه البرودكت مودير والسرية النمبر والدرجة الحرارة والتمبريتشر وهالكلام هذا. بس هذا كل ما هو يخص هذا في فيديو ثاني ان شاء الله حتكلم على موضوع اه توصيله على الكمبيوتر وشغره على الكمبيوتر. وتغيير الصورة. تغيير الصورة مثل ما احنا شايفين هاي تغيير الصورة. فتحياتي للجميع. اخوكم السلام عليكم. الله تعالى وبركاته.